السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. تبعيني كرامة من طبيعي القناة الماء خلاص معكم محمد نوردين. وعيد مباريات الجولة الخامسة الجولة خمسة من تصفيات قارة افريقيا المهيلة لكأس العالم قطر عشرين وعشرين بازن الله تعالى. طبعا احنا في المرحلة اه اللي في النص ايوة اللي هي في رحلة بعد التصفيات دي مرحلة المجموعات. وفضل كمان مرحلة اللي هي مرحلة المباريات النهائية اللي يزهبوا اللي هي. المهم ان احنا عندنا عشر مجموعات كل مجموع اربع اه منتخبات يتاهل الى المرحلة النهائية. الصحب مركز الاول فقط. وبيلعبوا ست جولات. واحنا دلوقتي في الجولة الخمسة. متابعين الكرام. وعيد مباريات الجولة الخمسة والقنوات الناقلة. بالنسبة بقى للمعلقين في معلقين معرفين وفيهم معلقين مش معرفين. بازن الله تعالى الجولة الخمسة هتبدأ يوم الخميس القادم 11-11-21 و11 نوفمبر 2021. والجولة هتكون على ثلاثة ايام. الخميس 11-11 والجمعة 12-11 والسبت 13-11. بالنسبة للمباريات الخميس الفيديو بتوقيت مصر. توقيت مصر وهو توقيت ليبيا والسودان وفلسطين والاردن واللبنان وسوريا. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وكتر والبحرين واليمن والعراق زود ساعة. كمثال اوغندا امام كينيا تلات عصرة من توقيت مصر اكون اربعة عصرة من توقيت مكة المكرمة. عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلة لساعة. يبقى ثلاثة عصرة ساعة اتنين. لو عايز توقيت جيرنيتش ومرتينة وفضلك قلة لساعتين ثلاثة اكون واحدة. لو عايز توقيت الامارات وعمل من فضلك تزود ساعتين فتلاثة اكون خمسة. واقول طبعا توقيت الدولة العربية اللي هتلعب الموتش. اوغندا تلعب امام كينيا الساعة ثلاثة عصرة انه مسام بتوقيت مصر. والقناة الناقلة للمباراة هي موقع فيفا تيفي على اليوتيوب يزيع المباراة كلها. المفروض يعني. فبالتالي هيزيع مباراة اوغاندا امام كينيا وكل مباراة دور تصفيات افريقيا. لمهانة الكأس العالم. متبعين الكرام كزلك المباراة تكون على ملعب اوغندا فبالتالي التليفزيون الأوغندي الارضي هيزيع المباراة. اوغندا وكينيا المباراة معدسة ساعة درات عصر رمزان بتوقيت مصر. اسيوبي امام غانا في نفس التوقيت وكزلك نفس الكلام. موقع فيفا. تي فيه على اليوتيوب زي على المباراة. وتلفزيون الاسيوبي. تنزانيا هتلعب ام جمهورية الكنغو في نفس التوقيت ايضا. ثلاث عشرنا وهدفع الأوس��. وارواندة هتلعب امام مالي بعد كده الساعة ستة مسآ بتوقيت مصر. الكنغو هتلعب ام ام ناميبيا الساعة ستة مسآ بتوقيت مصر الايضا. وبينيين هتلعب ام هدغشكر الساعة ستة مسآ بتوقيت مصر. جنوب افريقي هتلعب امام زنبابوي الساعة مساء بتوقيت مصر. وتوغو هتلعب امام السنغال الساعة تسعة مساء ايضا a says a by taw hon. والموقع الناقل للمباريات كلها. موقع فيفا تيفي على اليوتيوب. موقع فيفا تيفي وهيسابك اللينك بتاعه في الوصف. متنعمين الكرام كذلك كل grateful كل مباراة يكون على الارض يعني مثلا جنوب افراكيا والزنبابو على ملعب جنوب افراكيا وهكذا. هيكون التلفزيون الارضي في هذه الدولة هزيع المباراة. على جانب قنوات السعودية المشفرة هتزيع المباراة ايضا. ولكن انا بالزبط اللي هتزيع لا مش عارف بصراحة. طيب كذلك عندك مواقع كورا لايف ومواقع يلا شوت هيزيع المباراة ممكن على الانترنت طبعا. وممكن يكون فيه مواقع الاندرويد انا مش عارف بها بصراحة. نجي لمباراة يوم الجمعة اتناشر حداشر عالفين واحد وعشرين. جيبوتي هتلعب امايو الجزائر مباراة عربية. للأسف جيبوتي خسرت تمانية صفر فوس كبير الجزائر طبعا في الجولة اللي كانت بينهم الاولانية. ولكن دي الحزوز وجيبوتي خرجت اصلا من منافسة الجزائر هي بالنسبة كبيرة هي اللي تبه صاحبة المركز الاول في المجموعة بتاعتها. جيبوتي والجزائر المباراة معدى الساعة 13 عصرا بتوقيت مصر والساعة 2 زهرا او مساء بتوقيت الجزائر. والمباراة لان تقريبا فيه مشاكل في جيبوتي المباراة تكون على استاذ القاهرة الدولي. والقناة النقلة قناة الجزائرية الاولى هاتزيع المباراة بالنسبة لجزائر. ومعالق المباراة بلال بناري. كذلك زي ما قولنا قناة س quel voy a Carnival lezzaman مش عارفين هيا كم ومن تكون الاولى او السابعة او التانية المهم ان المعالق يكون سامير المعاربي. بما ان المباراة يكون في مصر فهتتزاع على التلفزيون المصري الارضي. قناة on time sport. الارضي هتزيع المباراة. وممكن một time Isa المشافئوية اللي عليك ان سلا التزيع المباراة WhatsApp ايضا يعني. تمام? اه بوركي نفسه هتلعب امام ايجر الساعة ثلاثة عصر على مساعة بتوقيت مصر ونفس الكلام يسر عليها زي مباريات افريقيا اللي هنا. يعني بما انا صاح هكون على موقع فيفا تيفي على اليوتيوب هاي زعي المباراة. والتليفزيون الخاص بدولة بوركي نفسه. الجابون امام ليبيا. عندنا مباراة معدة الساعة ستة مساء بتوقيت مصر والساعة خمسة مساء الساعة ستة مساء ايضا بتوقيت ليبيا. ستة مساء بتوقيت مصر وليبيا. بالنسبة للقناة لنا كلها الجابون امام ليبيا. طبعا موقع فيفا على اليوتيوب هاي زعي المباراة. ولكن عندنا ايضا قناة سسسي سي سبورت المشفرة. ومعالق المباراة خالد المضايفر ممكن تشوفها على الانترنت زي ما قلنا. الجابون امام ليبيا ومتابعين الكرام في قناة ليبيا اسمها قناة 218. احتمال بنسبة كبيرة هتزعي المباراة لانها زعت مباراة ليبيا السابقة كلها. متابعين الكرام. غنية هتلعب امام غنية بساو الساعة ستة مسام بتوقيت مصر ايضا. انجولا هتلعب امام منتخب مصر الساعة تسعة مسام بتوقيت مصر. طبعا غنية امام غنية بساو. التلفزيون الغينية هيزعي المباراة. وموقع فيفا تيفي على اليوتيوب هيزعي المباراة ايضا. احنا عندنا موقع فيفا تيفي على اليوتيوب هيزعي المباراة انجولا امام مصر. وقناة اس اس سي سبورت اللي هي المشفرة ومعالق المباراة يكون مشاري الكراني. اما قناة الاولى اللي هي عالنايل ساتة هتزيع المباراة ايضا. آآ لان يعني هي هتزيع كل مباراة مصر في آآ دور المجموعات. الاولى هتزيع المباراة المعلق غير معروف حتى الان ولكن انا بتوقع يكون بلال علام او حاتم مطيشة او محمد الكوالين واحد من تلاتة دول. متمعين الكرام السودان هتلعب امام منتخب المغرب. منتخب السودان العربي والمغرب المباراة عربية خالصة. المباراة معدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وتسع مساء بتوقيت السودان. ومعدة الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. المباراة اعتقد ممكن تكون في السودان على ملعب مولاي الحسن. ولكن في مواقع تانية بتقول ان المباراة يكون في المغرب على ملعب مولاي الامير عبدالله. آآ ملعب اهو المجمع الرياضي الامير مولاي عبدالله. ولكن خلنا نقول ان المباراة في جميع الحالات هتزيع على قناة المغربية الرياضية المغربية. معلق المباراة غير معروفة لكن انا بقول ممكن عبدالسامة دولد شهيبة يزيع المباراة مثلا. كذلك اس 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 بورت هتزيع المباراة معالك المباراة جعفر الصليح. والمباراة اكيد هتتزيع على قناة تلفزيون السودانية اللي هي السودانية الارضية. متمعين الكرام يوم السبت بازن الله تعالى. الموافق تلاتاشر حداشر عالفين واحد وعشرين. زنبيا هتلعب ام موريتانيا. الساعة تلاتة عصرا بتوقيت مصر والساعة واحدة. زهرا بتوقيت اه موريتانيا. بالنسبة للقناة اللي اقلها المباراة. ابدأ ايضا في موقع بيقول ان المباراة بعد الساعة خمسة مسام بتوقيت مصر وتلاتة بتوقيت موريتانيا. عشان بس نبقى اضحين لو في تغيير في الموعيد. زنبيا وموريتانيا القناة اللي اقلها قناة اه موقع فيه على تيفي على اليوتيوب طبعا لزيع المباراة. التلفزيون الموريتاني اكيد بالنسبة يعني مش قليلة هيزيع المباراة ايضا. والمباراة يكون على ملعب زنبيا فبالتالي تلفزيون الزنبي الارضي هيزيع المباراة. ملاوة هتلعب ام الكاميرو من ساعة ثلاثة عصر نومسام بتوقيت مصر. وغينية الاستوائية هتلعب اه امام تونس. الساعة ستة مسام بتوقيت مصر والساعة خمسة مسام بتوقيت تونس. هو القناة نقل لحد دلوقتي قناة في 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 على اليوتيوب. ولكن انا اتمنى قناة تونس الوطنية تزيع المباراة ايضا سواء كانت الارضي او اه اللي على ا النايل سات تزيع هي المباراة ايضا يعني المباراة اكون اه في غنية الاستوائية في بالتالي التليفزيون غنية هيزيع المباراة الاردي طبعا. متموеж�� الكرام لايبيريا هتلعب امن نيجيرIEL ساعة ستة مسام بتوقيت مصر. الرأس الاخضر هتلعب ام افريقيا الوسطى مساعة ستة مسام بتوقيت مصر. ساحل الرأسة هتلعب ام بوزنو دور ساعة تسعة مسام بتوقيت مصر. المباريات الافريقية اكيد هتزيع على موقع فيفا تيفي على اليوتيوب. والدولة زي ما قلنا المستضيفة للمباراة. اكيد التلفزيون الارضي بتاعها هيزيع المباراة. عندك موقع كورر لايف ممكن تشوف عليه الماتشات اي ماتش. وكذلك موقع يلا شوت. المباريات المطلوبة توقع بما في الفيديو علشان بس نباطحين. مبارات ساحل اللي عاج امام موزنبيك. كلام ده اوام السبت يعني. ليبريا امام نيجيريا. تونس امام غينيا الاستوائية. ملاوي امام الكاميرون. وزنبيا امام موريتانيا. وتوقع زي ما انت عايز انا كده كده اعمل فيديوهين واحد صغير واحد كبير. بازن الله تعالى. السودان امام المغرب. الكلام ده بالنسبة ليوم الاحد ده. يوم الجمعة. السودان امام المغرب. توقع زي المباراة. عنجولا امام مصر. والجابون امام ليبيا. اسمه اي جيبوتي امام الجزائر. بالنسبة ليوم الخميس. توقع مباراة مين تاني. اسيوبيا امام غانا. وعندنا ايضا مباراة من جنوب افريقيا امام زي مبابوي. واشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لك الفيديو. انا معكم محمد نور الدين. اتمنى اكون وصلت المعلومة. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.